هذا مشهد عادي بالنسبة لملايين المواطنين في الدول النامية مواقل الطهي هذه قد توفر بعض الطعام لهم لكن الدخان الأسود المتصاعد من الحطب المحتلق فيها يؤذي ريئاتهم وعيونهم ليس الأطفال والنساء هم المتضررون المباشرون فقط بل المناخ أيضا وكان الاتحاد العالمي من أجل الطهي نظيف هو أول من صلت الضوء على هذه المشكلة الاتحاد هو ثمرة شاركة بين عدة جهات دولية تم إطلاقه برعاية وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون هدف الاتحاد هو توفير مواقع الطهي صحية لملايين المنازل وخاصة في الدول النامية بحلول عام 2020 ففي الهند تم ابتكار طريق الطهي تستخدم أشعة الشمس ليقاد النيران مشابهة لتلك التي تستخدم ألواحا تعكس أشعة الشمس لتسخين المياه قد يتطلب توفير نظام طهي صحي لملايين المنازل عدد من السنوات لكنه في النهاية سيثبت أن صحة الإنسان تبقى أغلى ما يملك